مصر الخير على ارتفاع لم يبلغ مستوى البنود الخلافية سارت مناقشة فذلكة الموازنة اليوم النقاش يستأنف غدا الخميسة والجمعة متروك للتعبد والصلاة على ان تفتتح بنود الضرائب وسعر الصرف وسلف الكهرباء منازلة السبت وحتى ذلك الحين لا يزال لبنان تحت ضغط منخفض قطبي بدرجات حرارة منخفضة لم يشهد لها مثيلا منذ عقود في ظل غياب تام لتيار كهربائي جرى استجرار حبره على الورق اليوم بتوقيع اتفاقيتين على العتمة بين لبنان وسوريا والاردن لتأمين ساعتي تغذية بعد شهرين وبيت اللبنانيين بالالعاء اما البلد ففي الثلاجة حيث السياسة دخلت في غيبوبة قرار سعد الحريري النأي بالنفس عن استحقاق الانتخابات العصفة التي احدثها هدأت بعد ان قال كلمته وركب الطائرة وطار الى منفاه الاماراتية لكن ماذا بعد سعد الحريري في الشكل العام وبلا قياس وتشبيه مات الرسول وتدبرت الامة من بعده وتاريخ الطائفة السنية حافل بالمقامات ورجالات الدولة وعلى حد تعبير النائب فيصل كرامي زعماء كبار رحلوا وبقي السنة في لبنان ولبنان قادر على استلاد البدائل والساحة السنية ليست جاهزة لاحتضان تطرف بكل اشكاله اما في الشكل فقد اخلى عزوف الحريري بالتوازن السياسي لبلد محكوم من اشخاص بعدد اصابع اليد الواحدة تحكموا بمصير البلاد والعباد ووضع قراره خلفاء وخصوما في ميتم سياسي وبات شعار المرحلة ما بعد الحريري ليس كما قبله ومعها مرحلة خلط اوراق وتداعيات لقرار اربك الجميع تقدم الحريري من تياره وانصاره بطلب استراحة وفترة السماح لكنه ترك باب بيت الوسط مواربا ليدخله تيار بدم جديد ومفعله ليس فراغا بل ترك مكانا شاغرا لا لبديل واحد بل لبدائلة وهنا يأتي دور المعارضة والمستقلين والحراك المدني لملء هذا الشغور من خلال لملمة انفسهم ورص صفوفهم والتوحد داخل لوائح مواجهة قد تأتي فعلها ليس داخل الطائفة السنية وحسب بل قد تنسحب على مختلف طوائف ودخولا نحو ازمة الطوائف القضائية المتداخلة ماليا والمتأثرة برياح سياسية فقد كشفت عمليات الدهم والمرسلات الاخيرة عن غاد عون جديدة من سلالة جون طنوس وتروي مصادر قضائية كيف اتخذ طنوس قرارات انفرادية من دون العودة الى رئيسه المباشر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات سواء بدهمه عددا من المصارف او بسفر الى باريز لحضور اجتماع قضائي من دون ان تتلقى السلطات القضائية في لبنان اي دعوة رسمية وتؤكد معلومات الجديد ان اجتماع باريس ليس على مستوى رسمي بل هو لمجموعة محامين وقضاة لديهم جروب خاص على واتساب ويعملون تحت اسم يتشاورون عبره ويتبادلون الاراء وفي المعلومات ان القاضي طنوس رسل هذه المجموعة طالبا رفض انضمام القاضي المستقل رجى هرموش الى عداد الوفد وهذا الامر دفع المدعي العام التمييزي الى ارسال كتاب توبيخ للمجموعة الفرنسية عبر وزارة العدل اللبنانية والامانة العامة لمجلس الوزراء واحتج على التدخل في سيادة القانون وتفتح هذه الرواية التي سنعرضها بالتفصيل على جبهة سياسية بروب قضائية فالعلن تدعي انها تلاحق ملفات حاكم مصرف لبنان رياض سلامي في اوروبا لكنها لا في السر ولا في العلن تتمكن من الحصول على مستند واحد في القضية او على مضمون دعاوى رسمية مرفوعة عليه في القضاء الاوروبي وهذه الجبهة تخوض معاركها في لبنان تحت مظلة سياسية تعتقد انها لا تزال تعمل في السليم وتلفت المصادر القضائية اللا ازمة سفر ولن يغطي احد على ملفات رياض سلامي اذا ما كان هناك من ارتكابات في الخارج سواء عليه او على شقيقه رجا او مساعديه وان لبنان طلب مرارا حصوله على ما يفيد التحقيق اوروبيا ليقوم به بالمساعدة القضائية لكن زيارة وحيدة قام بها طنوس للاهاي افرغ ما في جيبه من مستندات ومعلومات ولم يحصل من الاوروبيين على ورقة واحدة وحصيلة هذه المعارك لن تشكل سوى كباش سياسي يرأسه التيار الوطني ومن شأنه ان يطير اموال المودعين اشتركوا في القناة